الاعتراف الروسي باستقلال دونتسك ولوغانسك كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا يهدد عملية السلام الهشة أساساً بشرق البلاد وسط زيادة المخاوف من تصاعد التوترات بين موسكو وكييف الصراع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين في دونتسك ولوغانسك اندلع قبل ثماني سنوات عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم تقع منطقة دونتسك ولوغانسك المعروفة مجتمعة باسم دونباس في شرق أوكرانيا ولكن خارج سيطرة كييف منذ 2014 متشاركة معها الحدود مع روسيا يعود وجود ناطقين بالروسية في تلك المنطقة بشكل أساسي إلى هجرة العمال الروس إليها بعد الحرب العالمية الثانية خلال الحقبة السوفيتية معظم السكان في منطقتين دونتسك ولوغانسك يتحدثون اللغة الروسية ويبلغ عددهم 3.6 مليون شخص وأصدرت موسكو في السنوات الأخيرة أكثر من 720 ألف جواز سفر روسي لما يقرب من خمس سكان المنطقة وفقاً لوكالة أسوشيتد برس دونتسك هي المدينة الرئيسية في حوض التعدين دونباس والذي يحوي أيضاً على احتياطات ضخمة من الفحم كما تعتبر دونتسك أحد المراكز الرئيسية لإنتاج الصلب في أوكرانيا بعدد سكان يبلغ مليونين نسمة أما لوغانسك فهي مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها مليون ونصف المليون نسمة البعض يقول إن هذه المناطق حيث غالبية السكان من الروس لها أهمية جيوسياسية وستزيد من نفوذ روسيا في المنطقة وبالاعتراف باستقلال هذه المناطق قد يمكن تقسيم أوكرانيا إلى دولتين أو حتى ثلاث دول رشخيات العربية